اشتركوا في القناة احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى السابع والاربعين لانضمامها في الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وفيما يلي نصها سيد حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ان ارفع الى مقام جلالتكم السامي اصدق التهاني والاطيب التبركات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسبع عشر من شهر ديسمبر احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى السابعة والاربعين لانضمامها في الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشر لتسلم سيد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم في المملكة اننا في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا نفخر بما حققته مملكة البحرين عبر مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة جلالتكم والتي سطرت بها منجزات عظيمة على مختلف الصعد وضعين نصب عيوننا مصلحة الوطن والمواطن الذي هو اساس التنمية ورسم مستقبل البحرين المشرق بابنائه وعطائهم المستمر ونستذكر في هذا اليوم ايضا ذكرى شهداء الواجب الذين ضحوا بارواحهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن الغالي والذود عنه والتي خلدت بتخصيص جلالتكم يوما وطنيا تقديرا ووفاءا لهم دعين الله سبحانه وتعالى ان ينعم على جلالتكم بموفور الصحة والعافية مجددا لجلالتكم في هذا اليوم الوطني الغالي الولاء والعهد لمواصلة مسيرتكم المباركة لما فيه خير وصالح المملكة وشعبها العزيز ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ببرقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الامير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم خالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية ونود أن نشكر سموكم على تهنئتكم لنا بأعياد وطننا العزيز واحتفالاتنا الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية والذكرى السابع والأربعين لانضمام مملكتنا في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشر لتسلمنا مقاليد الحكم كما إننا نعتز بما تبذلونه سموكم نحو ما تحقق وسوف يتحقق لأهل البحرين وشبابها من تنمية مستدامة في جميع المجالات بما يعود بالخير العام للجميع بعون الله وتوفيقه حفظكم الله وبارك فيكم ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين